الكابوريا الحجر اللي قدامنا دي عزيزي المشاهدين الكيلو ب250 جنيه كابوريا البلدي أسعارها بتتراوح حسب النوع والأحجام من 50 ل300 جنيه التعليق الثاني اللي جالي بالنسبة للسمك كان بيستفسر عن إزاي سمكة الجمل بتتشوي بتتشوي سمكة الجمل الزغيرة بالزيت واللمون من ساعات كان فيه على القناة فيديو شورتس بيتكلم فيه عن تصنيع الأسماك وإن شاء الله برضو نعمل فيديوهات كتيرة عن تصنيع الأسماك طبعا الجمل اللي هو الصغير من البياض أو العبادي أو البياض الزبيدي والتعليق اللي كان جالي بالنسبة لورق العنب ورق العنب يا جماعة اللي موجود في السوق الوقتي ورق فراولة و40 جنيه والبطاطس الكروز هنتكلم عليها بعد شوية البتنجان البيض القديم من 4 إلى 6 والجديد من 10 إلى 11 والجزر من 50 إلى 60 جنيه احنا بنتكلم على الجزر الشكاير الشكارة 20 كيلو طبعا الجزر ده جزر جديد جزر تلجات برضو لأن ما فيش جزر دلوقتي تقليع من الأرض الجزر بنتكلم عليه دايما 20 كيلو الشكارة الفول الأخضر من 8 إلى 11 جنيه جنيه الخيار من 9 إلى 11 جنيه وطبعا فيه خيار أقل جودة خيار الشكاير بيختلف عن الكاراتين البتنجان العروس النهاردة جماعة من 5 إلى 5.5 إلى 6 الأديم لكن الجديد منه بعشرة والمخدد ب13 و15 طبعا بيبقى معروف الجودة حتى من لون الأمع الأخضر يعني لما بيبقى اللون كده أخضر وواضح بيبقى جديد والبتنجان الرومي النهاردة من 4 إلى 6 جنيه والبتنجان الرومي الجديد بعشرة جنيه دايما نقول لحضراتكم الجزر ده يعني تغزين عامل زي البطاطس والبصل بيتقلع برضو مرة واحدة وبيبقى ليه وقت في السنة البصل النهاردة أسعاره منخفضة جدا وفيه بصل فيه السوق أبيض من 6 إلى 11 جنيه الأحمر من 20 إلى 21 إلى 22 والتوم ب55 لغاية 80 و85 طبعا التوم في القطاعي بيطلع بـ 100 وـ 120 الفصوص اللي هي الجودة العالية المليانة يعني البطاطس دي بطاطس دي سبونت دميات أرض سامرة عموما الزبونتات النهاردة سواء دميات أول منصورة بقول لحضراتكم فيه ارتفاع فيه أسعار البطاطس بـ 11 وـ 12 جنيه ودي سبونتة البحيرة ودي سبونتة سينة بعد نفق الشهيد أحمد حمدي ما شاء الله سبونتة سينة أرض جبلي وسبونتات الأرض الجبلي من 9 إلى 11 جنيه وسبونتات الأرض السامرة من 11 إلى 12 والكارة دميات والمينيا وبنسويف ما بين 8.5 جنيه مرة تانية بقول لحضراتكم أن البصل فيه انخفاض فيه أسعار البصل لأن الكمية اللي موجودة كبيرة جدا في السوق حتى المقور يعني فيه بستة جنيه والفتيل بعشرة جنيه حتى الأحجام الكبيرة كمان من الفتيل بعشرة جنيه التوم بيعيرشه سواء اللبيض أو الأحمر من 45 إلى 55 وقلت لحضراتكم المقروض والفصول والفصول واصل جميلته لـ 80 جنيه والشكارة اللي هي العشرة كيلو بـ 900 جنيه والتوم المستورد وجبت الحلقة اللي فاتت التوم المستورد حطينه مع الفكهة في عنابر الفكهة الكيلو بـ 1400 و1000 وآسف الكارتونة بـ 1400 و1500 الفصولة النهاردة جمعة برضو غالية بـ 17 جنيه والبسلة من 20 إلى 21 والكوسة من سبعة لـ 13 جنيه دايماً بقول من سبعة لـ 13 طبعاً من سبعة لـ 13 ده فرق يعني 6 جنيه وخاصةً الكوسة لأن الكوسة الأحجام الكبيرة منها أكيد طبعاً بتبقى سعرها أقل وحتى كمان الخيار يعني خيار كاراتين غير خيار الشكاير اللمون من خمستاشر لـ 16 فيه لمون بـ 17 جنيه القلقاس بـ 15 جنيه يا جماعة والطماطم الطماطم هوريكم كذا نوع من الطماطم يعني الطماطم النهاردة المخوصة ماشية من 90 لـ 100 جنيه وطماطم الفرش من 110 لـ 140 مفيش طماطم النهاردة بـ 160 و 170 زي إمبالح وأول إمبالح شايفين فيه كميات كتير من الطماطم في السوقة يعني بصوا ماشاء الله يعني نص عمبر مليان طماطم وبين العنابر كمان فيه طماطم طماطم الفرش الجودة العالية من 110 لـ 120 هو البتنجان النهاردة غالي بقول لحضراتكم العروس خمسة ستة ونص يعني الفرشات منه بعشرة وأربعة ستة الرومي والفرشات منه بـ 8 و 10 جنيه والمخدد 13 جنيه و 15 جنيه والأبيض 10 جنيه الفلفل يا جماعة الفلفل الفلفل الشطة الحمراء بـ 15 الناس اللي بتسأل على المكسيكي 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 علشان وقت تصديره بيبقى آخر السنة بـ 25 و 26 و 20 وده العروس اللي بقول لحضراتكم الجديد في الكاراتين غير الشكاير وده أسعاره وصله النهاردة لـ 10 جنيه بتنجان الرومي برضو الكاراتين من 8 لـ 10 جنيه لو كان فيه يعني أي زلع ما قلتش عليه النهاردة فبسرعة هنقول إنه لقاس بـ 15 المخدد بـ 13 و 15 شايفين القمة بتاعه يعني أخضر مخدد ده جديد الفلفل الفلفل البسكرة والفلفل الشطة الحمراء البسكرة من 9 لـ 10 جنيه والرومي اللي هو التوب بـ 10 جنيه والشطة الحمراء بـ 15 الألوان بـ 30 اللي قدامنا ده طبعا مش ألوان ده توب أحمر والتوب الأحمر برضو من 8 لـ 10 جنيه ده جودة عالية والشطة الحمراء بـ 15 جنيه و 16 جنيه البسكرة من 7 لـ 9 والالحامي الفلفل الحامي من 9 لـ 10 جنيه ما عليش يسمحوني 6-7 دقايق الأخرانيين يعني يمكن كان أول الفيديو دي يقتين تلاتة الصوت والصورة كانوا كويسين لكن أنا بصور في الحقيقة كان يعني فيه عيب وكنت بعالجه وكان باين علي أن كنت يعني بصراحة بحاول يعني أصلح وأنا بتكلم لأن برضو الجو برد وما كنتش عايز أعيد من الأول لكن عموما بقول لحضراتكم النهاردة الأسعار البتنجان الأبيض من 4 لـ 6 جنيه والعروس من 5.5 لـ 6 وفيه أبيض جديد بـ 10 جنيه والمخدد من 13 لـ 15 الرومي من 4 لـ 6 والجزر من 50 لـ 60 والفلو الأخضر من 8 لـ 12 والخيار من 9 لـ 11 اللامون من 15 لـ 16 انخفاض في أسعار البصل من 6 لـ 10 والبصل البيض والأحمر الأديم من 20 لـ 21 التوم من 55 لـ 65 والمقروض والفصوص من 80 لـ 85 والسبونتات النهاردة في البطاطس الدوميات والمنصورة من 11 لـ 12 والسبونتة البحيرة من 9 لـ 11 وكمان زبونتة سينة من 9 لـ 11 الكرومب اللي قدامنا ده الكرومب والأرنبيت العشر حبات من 120 لـ 130 جنيه والفلفل أولت الحضراتكم الفلفل الشطة بـ 15 جنيه والبسكرة من 9 لـ 10 الرومي بـ 10 جنيه ودي الطماطم اللي اتكلمت عليها في أول الفيديو في الحقيقة كان الصوت فعلا ما كانش واضح دي الطماطم يا جماعة المخوصة أو الجامدة والنهاردة الطماطم المخوصة اللي قدامنا دي ماشي من 90 لـ 100 جنيه لأنه برضو فيه ارتفاع في أسعار الطماطم لكن مش واصلة للـ 160 و 170 زي الأسبوع اللي فات ده الفلفل الرومي التوب بـ 10 جنيه وزي ما بقول لحضراتكم الأرنبيت والكرومب من 120 لـ 130 جنيه طيب إن شاء الله يبقى لنا فيديو إن شاء الله بين البطاطس والبصل ده فراخ السمك يا جماعة وده الكابوريا والبطاطس والبصل والتوم إن شاء الله يبقى لنا فيه حلقة تانية بعد ساعات ونجيب لكم آخر أسعار البصل والجديد في البطاطس من سوق العبور من السمك بنيني حلقة النهاردة الله مصلي على النبي هذا جماعة الكابوريا والناس بتناقي ده جماعة عم كيكي اللي أنا دايما بقول لكم يعني عند السلم هو ده عم كيكي وإسلام ومروان ومحلات أبو غالي في أول عمبر واحد ودايما بقول لكم إن ركزوا على عين السمكة جماعة ولون السمكة أعزاء المشاهدين في الحقيقة أنا بعتذر لكم الفيديو ما كانش مظبوط صورة وصوت وأنا في الحقيقة برضو كنت يعني مع الجو البرد بروح وبرجع تاني لنفس السلع أعذروني شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم